أنا هبدأ الكلام عن المهاجم حسام حسن واللي ما شافش حسام حسن في الملعب فاتوا إنه يتفرج ويستمتع بواحد من أهم المهاجمين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية قناص بكل ما تعنيه الكلمة من معاني اللاعب يجيد استغلال مش أنصاف الفرص الشبه فرصة يجيد التسجيل من الوضع طائراً من الوضع راقداً من الوضع نائماً حقيقة إمكانيات جبارة لمهاجم حقيقة مهمة جداً في تاريخ الكرة المصرية ويمكن ما ننساش أبداً هدفه الشهير جداً في مرمى الجزائر واللي كان سبب تأهل منتخب مصر لبطولة كاسل عالم في إيطاليا سنة التسعين ولا الهجمة الشهيرة في مباراة هولندا اللي قدت لحصول مصر على ركل الجزاء ضد هولندا وتعادل مصر الشهير جداً مباراة لا تنسى الحقيقة يعني أنا فاكر الشوارع في مصر كلها بعد التعادل مع هولندا كانت وكأننا كسبنا كاسل عالم نفسه أتمنى من كابتن حسام ويمكن الاسم اللي تردت كتير جداً اسم كابتن حسام لتولي مسؤولية منتخب المصري يمكن كلتأخيرة زي ما بنقول كده وفيها خيرة يعني فكرة إنه يجي يتولى المسؤولية في ظروف مناسبة جداً لاغتنام الفرصة نتمنى كما عودنا دائماً حسام حسن في اغتنام الفرص كهداف إنه ينجح في اغتنامها والفرص بيها كمدير فني لمنتخب مصر في مواجهة غينيا بيساوي النهاردة على مدار مشوار البطولة إزاي بيفكر كابتن حسام في مواجهة النهاردة والسيناريو المباراة مع نجم من نجوم نادي الأهلي كابتن حمادة مرزوق ضفنا النهاردة في سادسة بسأخير كابتن حمادة بسأخير أستحمد الكلام عن فكرة تأهل منتخب مصر الكاسل عالم بالصورة دي بعدد المقاعد نكلم عن نصحة جديدة لأول مرة 48 منتخب بيشاركوا في البطولة ملحق أو تصفيات هل إحنا بنتكلم على فكرة فرصة منتخب مصر في الوصول للمونديال ولا هي فكرة الاحتكاك والتجربة والتحضير لكابتن حسام في بداية مشواره الرسمي مع المنتخب لا هو الأساس وصلنا للكاسل عالم وأنا شايف أنها ما حصلتش قبل كده أن يحصل فرصة زي اللي إحنا موجودين فيها دلوقتي الفرق والنوعية التصفيات والمجموعة تأهل على طول وإحنا الحمد لله نحن معنا فيه فرق كبير جدا في المستوى ما بيننا وبينهم وأنا شايف أن الأمور إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله شبه محسومة إن صعود منتخب مصر إن شاء الله هو النقطة الحق قلتها دي يعني يمكن أنا يعني أنا على المستوى الشخص يعني عندي عقدة الفرق الصغيرة دي يعني لما بنلعب في أمم أفريقيا ما بلعب على أي منتخب بنلعب سينغال كودفور كاميرون غانا مغرب تونس جزائر ببقى حاسس إنه المباراة يعني إمكانية فوز بمصر بيها كبيرة جدا لكن لما بنجي اللعنة في تصفيات كاس العالم بالذات كمان مع الفرق الصغيرة لما لهاش تاريخ وما لهاش حتى فرص أنا بشوف في نسخ كتيرة جدا منتخب مصر كان خلاص على سلم الطيارة رايح كاس العالم وهدف أو غلطة مرة مع تونس مرة مع ليبيريا مرة مع الجزائر مرة مع السينغال هدف وحيد حرم مصر من التأهل لكاس العالم فيمكن دي شوية عاملة حساسية مش عايز نسميها عقدة بس يعني فكرة المطشاط مع المنتخبات المجهولة أو فكرة المنافسة على بطاقة التأهل في كاس العالم هل هي مشكلة مع منتخب مصر؟ لا متهالي أنا شايف أن الأمر حدي شوف حضرك أنت قلت إيه الجزائر ليبيريا تونس الجزائر في السودان هدف طلعنا بره بطولة تمام كل دي كاتفرق تقيلة وكان لمستويات قريبة جدا يعني كاتفرق تقيلة ومستويات قريبة أنا شايف أن في فرقات كبيرة جدا في المستويات ما بين منتخب مصر والفرق كلها إحنا يكفي أن نكسب ماتشاتنا على الأرضنا وبره ممكن نتاج ممكن ما نخسرش نصعد بسهولة جدا النهاردة كنت بحس بحسبة كده في بداية الحلقة أنه ماتش النهاردة مهم جدا جدا على مستوى الأرقام لأنه لقدر لا أي نتيجة غير مكسب منتخب مصر النهاردة ممكن شوية يتعقد من حسابات المجموعة إحنا عندنا النهاردة بوركينة وسيرليون هيلعبوا بالليل الاتنين عندهم أربعة بونت وادت جدا واحد فيهم يوصل لنقطة سبعة ولقدر لا لقدر لا في حالة خسارة منتخب مصر النهاردة غينيا بساوي يرتفع رصيده لتمانية ويظل رصيد مصر عند تسع نقاط الجاب أو الفرق الكبير الأرياحية اللي كان بيتمتع بيها منتخب مصر من أول بداية المشوار لغاية النهاردة ممكن جدا ما تبقاش موجودة لا أنا شايف يمكن العكس شوي أنا شايف أن حتى لو لقدر الله ما كسبناش النهاردة وممكن نتعادل لا الفرصة موجودة وبقوة برضو نفس الكلام أنا يعني كل كلام مبني على الفرقات الكبيرة الفنية اللي ما بيننا وبين الفرق كلها الخمس فرق اللي موجودين معنا هو دا أنا بتكلم بيه هو دايما كلها معطيات كلها أسباب كلها مستويات فنيات فيه فرقات كبيرة جدا أنا شايف منتخب مصر تقيل أي فرقة ممكن تحقق معاه نتيجة هتبقى النتيجة بصعوبة جدا نحقق نتيجة مثلا إيجابية تعادل لكن أنا شايف أن الفرق كلها اللي موجودة في المجموعة لا ترتقي بالمستوى أن يبقى منافس شديد لمنتخب مصر على العكس تماما لو منتخب مصر كسب النهاردة ورفع رصيده 12 نقطة وانتهت مباراة مثلا بوكينا وسيرياليوم بالتعادل دا معنى أنه مصر في الصدارة ب12 نقطة والثلاث منتخبات مركز ثاني ثلاث رابع فرصيدهم خمس نقاط أعتقد تريح كابتن حسين في المشارة السنة الجاي أنا قصدي أنه حتى لو قدر الله هو دا طبعا المكسب خاص بأقلنا اللي احنا عايزينه تمام لكن لو لو قدر الله ما كسبناش الفرصة موجودة وبرضو دا بناء عن المستويات اللي أنا بشوفها والفرق دايما فرق يعني زي أسيوبيا وسيرياليون بيدراموا بعض فرق قليلة جدا مستوى قليل وهم بيدراموا بعض أنا بقى معك الحسابات لأنها أكيد جزء من تفكير كابتن حسين في المباراة وبناء على الحسابات دي بيحدد طريقة لعبه بيحدد أهدافه اللي عايز يحققها من المباراة أنا عارف أنه كابتن حسين هو أساس المهاجم يعني زي ما كنت بقول من أساطير الكرة المصرية وكمان كمدرب هو صاحب فكره هجومي هل تعتقد النهاردة هيغامر هيلعب جيم زي ما لعب قدام بوركينا ويحاول يحسم المباراة بدري بدري ويبدأ بنفس الشكل اللي بدأوا في الساد القاهرة حتى هو بيلعب خارج الأرض يفكر في أنه يحسم التلات نقاط ويرايح نفسه من الحسابات ويصدر المشاكل الفرق اللي معرفة المجموعة ولا بما أنها أول مباراة رسمية خارج الأرض مع منتخب إلى حد ما برضو غنيا بسوعا ده عدد من المحترفين في أوروبا فبالتأكيد مع ملوم حساب يبقى فيه تخفز نوعا ما عن سيناريو القاهرة هو بشكل عام أنا بالنسبة لي حسام حسن أن الفرد أو اللعيب الكرة مختلف تماما عن مدير الفني لأول حاجة تاني حاجة هو حسام ما بلعبش بشكل هجومي على أساس أنه هو رأس حربة لا وهداف لا أنا شايف أنه هو الكابتن حسام هو متأثر بشكل كبير جدا من الكابتن جوهري وطريقة تعامله وطريقة أداءه وطريقة شغله هو إنجلزاته كلها كانت مع الجوهري بالضبط يعني مع جوهري في كسر عام 90 ومع جوهري 98 في أمم أفريقيا في فرق هو بالضبط هو يمكن مجموعة كبيرة من اللعيبة اللي عاشت مع الكابتن جوهري وعصرته واشتغلت معاه فترات طويلة هم متأثرين تدريبيا به وده مدرسة الكابتن جوهري هو عصر كبير جوهري كان دفاع يعني متهيألي يعني يعني منظومة الدفاع عنده كانت ألف وبيه وجيم وبعد كده نفكر نحن حسام تعتقد الناس المدرسة والله يا أساس أحمد أنا بص أنا اشتغلت مع الكابتن جوهري يعني تعملت معاه ولعبت معاه هو تفكيره يعني كان سابق اللي حواليه يعني كابتن جوهري كان مدرسة فعلا الله يرحمه كان مدرسة كبيرة جدا في التدريب وكان واقع جدا ودايما كان بيشوف أن المنتخبات بتاعتنا أو منتخب مصر بيشتغل حاجات معينة توصلوا لهدف اللي هو عايزه إنما حتت إن أنا أهاجم بلا يعني هوادة وبلا حدود لا هو ده ما كانش تفكيره كده وكان عقلاني جدا بيقفل الملعب بشكل كويس حتى الناس كلها خادت على أن كابتن جوهري بيلعب وأداءه شكل دفاع وحقق أعلى النتائج في كاس العالم مع هولندا ومع انجلترا بالتأفيلة دي أو بالفكر بتاعه ده فنا شايف إن الكابتن جوهري الله يرحمه كان ليه أداء معين وصله اللي هو عايزه نتائج معين حسام حسن هو متأثر بشكل كبير جدا دايما بيلعب بتوازم وهو يعني حسام ما عندهش الحسابات إنه هو يبقى يهاجم والفرقة تهاجم بشكل كبير لا هو عارف إنه منتخب مصر وعارف إن النتائج لها قدر كبير جدا في شغله بعد كده وفي مستقبله فدايما هو مش هيبقى فيه مخاطرة إنه يروح يعني النهاردة هيبقى الجيم أو الأداء بتاعه هيبقى شبه ثلاثة في القلب لإنه هو عنده مروان حمدي وحمدي فتح حمدي فتح هو بيقدي الدور يعني هو هيبقى الإسم هيبقى إحنا أربعة اتنين ثلاثة واحد لكن هيبقى في حمدي فتح هو ميال قدام الاتنين المساكين ودي طريقة دايما بيعمل بيشتغل بها الكابتن حسام فبالتالي هو أقرب للتلاتة لكن هو يعني بيقفل الحتة دي بشكل كويس وعنده ناس بيقدي ناحية جمهة تلاتة تلاتة واحد تلاتة تلاتة واحد يعني حمدي يضم مع ربيعة وعلى المنعم يشتغل قدامه يشتغل قدامه بيأمل الحتة دي هو دايما حسام بيحب يقفل الحتة اللي دايما بيقى فيها الخطور مع وجود الاتنين اللي موجودين محمد هاني مع محمد حمدي وده رجوع محمد حمدي برضو فرق كتير جدا بك شمال أساسي لعب كويس منتظم عنده خبرات اشتغل فكان ينقصنا الماتش اللي فات كان ينقصنا إلى حد ما دفاعيا تبقى خمسة نقراه خمسة ثلاثة اتنين بالزبط كده دفاعيا نقراه خمسة ثلاثة اتنين ومعامر روان حمدي وهتلاقي زيزو دايما مهرجو مسار ده بيحرر يعني تواجد حمدي او ميلو انه يقرب من ربيع ومنعم يدي اكتر حرية للظاهرين بالزبط كده سواء هاني وحمدي انه هم يتقدموا لما يبقى الكورة معان لان احنا عندنا اتنين اللي اتنين اللي موجودين في قلب الملعب اللي هو مروان حمدي وحمدي فتح مروان عطية وحمدي فتح الاتنين عندهم ملكة انه هم يمسيقوا نص الملعب بشكل كويس يعني التغطية تأفيل القطع كل الكلام ده عندهم الحتة دي فبالتالي هيدي حرية لزيزو هيدي حرية للبكين هيدي حرية لمحمد صلاح وتريزيجي يعني في مجموعة من المهاجمين هيشتغلوا باريحية كبيرة جدا بوجود الاتنين دول ده بالعكس ده ممكن كمان حمدي فتح ممكن يشتغل الحتة دي لانه عنده نحلة وجمية برضه مش وحش هيبقى بالتناوب مع مروان حمدي فالاتنين دول فارقين جدا مع منتخب مصر وانا شايف انهم ليهم دور مهم جدا النهاردة مع حسام حسين اهدفه ايه من المباراة يعني شايف كابتن حسين ايه اللي عايزت لعبيه من المباراة هو رقم واحد وبناء عليه هيبني خطة لعبه او تكليفاته للعيبة انكت الطريقة يعني سواء دفعين او هجومين هتكون ازاي هو برضه بشكل عام برضه تأثر بحطة التحفز لازم بيقى متحفز في الاول اشوف الفرقة عاملة ازاي يعني منتخب ظهر في قدام بوركينة يعني انا بشوف انه وكتير من الناس واسمع رأي حكبر كل الناس كانت شايفة انه بوركينة هو اتقل منتخب بعد منتخب مصر ودرائي ودرائي بوركينة فاسو مع ان احنا برضه كنا سهل ان احنا نكسامها كتير لكن هم اقرب اقرب فرقة لنا واقرب او احسن الوحشين اللي موجودين لكن بس في حسين يا كابتن حمادة في افريقيا لا انا شايف انهم نتاجنا في امم افريقيا بتقول ان بقى يعني بقى في منتخبات صغيرة عشان احنا كنا مش كويسين عشان احنا كنا مش كويسين بس نما لو احنا في مستوان العادي وكان فيه توفيق لا هالفل كتير جدا مع الفرق التقيلة للأسام يعني فانا شايف ان الامر لا هيبقى فيه تحفز هيبقى فيه تقفيل في الملعب بشكل كويس هو الصعوبة النهاردة في ارضية الملعب انا شايف ان الصعوبة الوحيدة اللي هتبقى موجودة عندنا ارضية الملعب مش هتساعد اللعيبة وخوصا ان احنا عندنا المهارة او عندنا اصحاب مهارات بيلعبوا على الملعب جيدة فبيقدوا بشكل جيد هو العاقبة الوحيدة النهاردة هتبقى حتة الضغط الجماييري مع سوق الملعب بس دي المشكلة اللي هتقابلنا فيه النهاردة ان شاء الله وارجو ان احنا نتغلب عليها باداءنا وتماسكنا واكيد طبعا فيه خبرة كتيرة جدا عندنا بنقدر نتعامل مع العوامل دي